كانت مصر وقدر قد أعلنتا عن تسلمهما ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بدورها أكد رد حماس أن مبادئها الأساسية هي الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وأن تكون الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني مشيرة في الوقت ذاته على جاهزيتها للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة في الوقت الذي تدوك فيه قوات الاحتلال قطاع غزة وتمارس قصفها الوحشي بلا هوادة ضد المدنيين والنازحين تدور المفاوضات على مقترح الهدنة في دائرة مفرغة من الشد والجذب فبعد طول انتظار من الولايات المتحدة وإسرائيل ردت حماس على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة في قطاع غزة وسلمته للوسطى بمصر وقطر وفي طيات الرد أكدت الحركة أن مبادئها الأساسية هي الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وأن تكون الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني مشيرة في الوقت ذاته إلى جاهزيتها للتعامل الإيجابية للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة الرد الحمسوي جاء بتعديلات وصفها بالطفيفة على المقترح وتشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة رد حماس يأتي بعد يومين من تصويت مجلس الأمن على تبني قرار معدل للولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق الصراح الأسر والمحتجزين في غزة على أساس مقترح الهدنة الأمريكي الذي تم تبنيه بأغلبية 14 صوتاً وامتنع روسيا عن التصويت الاقتراح الأمريكي يعرض وقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل إطلاق صراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مما يؤدي في النهاية إلى نهاية دائمة للحرب في إطار خطة من سلاس مراحل تبدأ بوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع ثم انسحاب عسكري إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق صراح بعض المحتجزين بينما يتم التفاوض على وقف دائم للأعمال القتالية من خلال الوسطة وبدوره ما زال المكتب البيضاوي يتدارس رد حماس مع الحليفة إسرائيل التي ترى أنه رد يرقى إلى حد الرفض مسؤولون بالمكتب السياسي لحركة حماس قالوا إن الفجوات ليست كبيرة وإن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي ليزداد الوضع تعقيدا راسما لوحة غامضة يغلب عليها اللون الأحمر جراء نهر الدماء الذي لا يتوقف في قطاع غزة